اكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الانسانية وشؤون الشباب ان الحركة الرياضية البحرينية تسير على تحقيق الانجازات الكبيرة في مختلف منظوماتها الادارية والفنية وذلك بفضل الدعم والاهتمام المباشر من قبل جلالة الملك المفدة مشيرا الى ان الرياضة البحرينية في العهد الزاهر باتت تعيش تطورا ملحوظا على صعيد الانجازات الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية بما يتواكب مع جعل البحرين عاصمة للشباب والرياضة واشهد سموه باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمشروع المدينة الرياضية التي تمثل صرحا رياضيا داعما للتنمية في المملكة وقال سموه ان قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمراني تؤكد على ان القطاع الرياضية يتحمل بل يحتمل مساحة كبيرة في فكر سموه الحريص دوما على دعم القطاع الرياضي في المملكة من اجل مواصلة تحقيق ابطاله للانجاز والذهب وابراز الصورة الناصعة عن البحرين وما وصلت اليه من تطور في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرياضي واضف سموه حريصون على دعم توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تشكل لنا دافعا قويا نحو مواصلة العمل الجاد والمخلص في سبيل النهوض بالقطاع الرياضي وتطوير بنيته التحتية الرياضية عبر المزيد من المشروعات الرياضية التي ستشكل اضافة نوعية للمنشآت الرياضية في البحرين خاصة وان المدينة الرياضية تمثل واجهة حضارية مشرفة للرياضة البحرينية بما تشتمل عليه من منشآت متكاملة تراعي احدث المواصفات العالمية وتابع سموه ان مشروع المدينة الرياضية الذي يأتي استكمالا لحلبة البحرين الدولية ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات سيشكل رافدا مهما للاقتصاد البحريني من خلال تعزيز قدرة المملكة على استضافة العديد من الفعاليات والانشطة والبطولات العالمية التي ستجعل المملكة في دائرة الاضواء العالمية ولتكون البحرين قبلة لاحتضان الفعاليات الرياضية والاتجاه نحو الاستثمار في الرياضة والتحول نحو الترفيه الرياضي وصناعة الرياضة بالاضافة الى تعزيز البيئة التنافسية ترجمة نانسي قنقر